فريق المصري البورسعيدي نجح في الفوز على فريق بلدية المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب وبكده وصل المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة واستمر بلدية المحلة في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة وفريق الداخلية اتعادل مع فريق فاركو بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في ختام منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري وبيستمر الداخلية في المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقطة وبيحتل فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 6 نقطة فريق الجونة اتعادل مع سيراميكا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري وبيدخل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة والجونة في المركز التاسع برصيد 15 نقطة وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارك في تدريبات الفريق الجماعية اللي أقيمت علم ألعب التتش بالجزيرة وده بعد ما تعرض لكادمة في قصبة الرجل خلال التدريب المسائي للفريق الدولي المصري محمد صلاح تصدر التشكيل المثالي الرسمي للجولة 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأداء الراقي اللي قدمه في ظهوره الأول بعد الشفاء من الإصابة اللي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكودفوار وكده خلصت نشرتنا الرياضية عودة مرة أخرى لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات سبع الخير يوم مصر مشكري كهيلا شكرا جزيلا